هل يعقل أن لا تزور كاميرا تلفزيون منطقة بالجزائر العاصمة؟ إنها بلدية الأربعة وسبعين شهداً كما يطلق عليها أولاد منديل الوجه الآخر للتخلف الذي يضع العاصمة الجزائر في حرج فهل ثبت أنها تتذيل المراتب الأخيرة في آخر الدراسات العالمية؟ فكما ترون معي بهذه البلدية التابعة للدويرة بالعاصمة طرقات مهترئة، لا ماء ولا غاز وحتى الكهرباء ضعيفة شباب مكانهم الوحيد المقاهي في ظل غياب كامل المرافق العمومية أخونا محرومين من كل شيء شوف ما عندنا مق مكان سيني اسمو، مكان غاز ومكان طريق حاجة ماشي مخدومة في لينون شوفنا رئيس البلدية عدة مرات وعود كاذيبا وليا ديليقي كذلك الحروحنا لها بغاية استقبلنا ما نقلنا ما نديره لدينا الدوار نلخصه في كلمة واحدة رانا منكوبين بمعنى الكلمة رانا منكوبين نكمل وشجر صاحبي مكان طريق بمجرد الدخول للمكان ستكتنفك عزلة هذه المشاهد وكأنك بمنطقة لا تنتمي للعاصمة بتاتاً 22 ألف نسمة بهذه البلدية ينتظرون التفاتة فإذا كانت العاصمة هكذا فما بالك بالجزائر العميقة؟ مرافق العمومية مكاش مكاش سطاد عندنا سطاد عنده رئيس جمعية تاعنا تاع سبار عنده بلك وحدة 15 سنوية جريع سطاد هذا باش يجو يخدموه باش وسموه الأخر أمسيد تاعنا اكتبات دراري هم يقرأوا 55 وولد في القسم سيد نقول لك سين يسمى ما خدموها ديركت القاتلوا فيه كيف كيف مخصوص دار داروا لا ودار ما داروا لاش لي كلي راج مكاش لي كول مكاش لي كول خمسين ترات يجي النساء الضراري يجيبوهم والديهم بطن وبيتهم حقون في الباب السيام مكاش مواطنون يستنجدون جراء هذا الواقع المؤلم خاصة مع فصل الشتاء والحاجة إلى الغاز والكهرباء كأبسط الطلبات فهل هذه هي العاصمة الموعودة في 2019؟